قتل ثلاثة حوثيون بينهم قائد ميداني وأصيب أربعة آخرون على يد القوات المشتركة خلال محاولته من تسلل إلى منطقة الفزة بمديرية التحيط جنوب محافظة الحديدة وذكر مصدر عسكري أن وحدة تابعة للقوات المشتركة رصدت العناصر الحوثية المتسللة واشتبكت معها في معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأضاف أن القوات المشتركة طرطت مسلحي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد تكبيدهم خسائر بشرية ومادية فادحة